نبدأ الآن مع الفصل الثاني الذي اسمه أو عنوانه إش بن جورناليستن أنا صحفية نبدأ بالب واحد ب سنستمع الآن إلى ثلاث الأشخاص ويوجد في الأسفل ثلاث بطاقات شخصية أو ذاتية فعن طريق بعض الأشياء مثل العمل أو الاسم سنعرف من الأول من الثاني من الثالث ومن الرابع نسمع إلى التسجيل لكزيون 2 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفصل فهو مثل تمهيد يعني في صفحة 14 لدينا كلمات فوق أعمال مهن فالأول مهندس أرجو أن تكتب الترجمة تحت الكلمة مثلا الذي لديه الكتاب ملون سيلاحظ أن فيه ألوان يعني نقطع وفيها لون اللون الأزرق للمذكر فدع انجنع الأخضر ولا أظن أنه هنا موجود للمحايد فوق يوجد صور وتحتها كلمات وأنا كنت أنظر إلى كتابي لذلك نسيت أن الفداف موجود على زوم فقبل الكلمة يوجد النقاط ففي أزرق وفي أحمر في هذه الصفحة مثلا فالأزرق فالأزرق للمذكر والأحمر للمؤنث والأخضر الذي غير موجود هنا للمحايد الدس فإنجنع در إنجنع المهندس در ميشا ترونيكا الميكانيكي در شوشبيل الممثل در شتودنت الطالب دي جورناليستين الصحفية دي فريزورين الكوافيرة دي أرشيتكتين المهندسة المعمارية نقرأ أيضا الكلمات التي في الصفحة التالية لأنه ربما نستخدمها أثناء التدريس أو التدريبات دي زيكريتيرين السكرتيرا دي أرشيتين الطبيبة وليس الدكتورة أو تمام ليس الدكتورة يعني عندنا دكتورين ولدينا أرشتين أرشتين الطبيبة أما الدكتورة التي في المستشفى مثلا يعني مرتبتها أعلى من الطبيبة لغر معلم فار كيفار بائع دي كالنغن دي كالنغن التي تعمل في المطعم التي تحضر الطعم والحساب الجرسون أظن بالعربي أو هكذا تسمونه فالآن التدريب الثاني هو استماع لكن قبل ذلك سنقرأ أولا الجمل فلدينا إش بن أنا أكون إش آبايت ألس التي في الأسفل إش آبايت ألس أنا أعمل ك إش آبايت باي أنا أعمل عند إش آبايت ألس جورناليست صحفية إكس ميديا هذا اسم الشركة إش آبايت 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 تمام في اليمين ذكر إيش بن يعني ما نقول إيش بن فالشخص يعني يكون اسم الشخص إيش آبايت ألتس أعمل كالألتس للمهنة البي لإسم الشركة أو للشركة يعني في الأسفل يوجد أيضا قاعدة في قائمة زرقة فيه المؤنث المذكر فهيستوريكار مؤرخ هستوريكار مؤرخة ووضع الإي أن بالأحمر يعني كل مهنة تكون فيها إي أن في الأخير فهذا للمؤنث فالجورناليست الصحفي عندما يكون مؤنث جورناليستين شتودانت الطالب شتودانتين آتست هذا يتغير أغتستين طبيب طبيبة فمثلا لو قلت تلميذ شو لاب فأستاذ محمد كيف يكون المؤنث؟ لو قلنا تلميذ شو لاب شو لاب شو لاب لو قلنا أستاذ أميرا فكيف بائع ممتاز بعد ذلك في C لدينا السؤال مثلا Carmen هو الاسم Was machst du beruflich? Was machst, ماذا تفعل du, أنت, beruflich مهنيا فالجواب Ich mache أنا أعمل أو أفعل eine Ausbildung Ausbildung تدريب يعني في الألمانيا لدينا شيء اسمه Ausbildung وهو التدريب فيكون مثلا خمسة أيام أو أربعة أيام مثلا أعمل ويومين دراسة في المدرسة مثلا أو في مكان معين فهذا اسمه Ausbildung ونحصل عليه نقود يعني هي مثل مهنة وفي نفس الوقت ندرس Als Frieseurin ك Kofira فلدينا الآن أسئلة أو أجوة ف Was machen Zee Machst Du beruflich ماذا تفعلون أو تفعل أنت beruflich مهنيا Was sind Zee Bist Du von beruf ماذا تكون أو ماذا تكون من حيث المهنة von beruf من مهنة من حيث المهنة الجواب سيكون مثلا Ich bin كذا أنا Ingenieur Ich bin Ingenieur أو مثلا Ich arbeite als Ingenieur أنا مهندس أو أعمل كمهندس أو مثلا Ich bin Studentin Schülerin هو الفرق بين Studentin والSchülerin أن في الجامعة أما في المدرسة فيصبح الواحد اسمه Schülerin أو Schülerin تلميذ تلميذة Ich mache ein Praktikum Bei Als أنا أفعل Praktikum عند أو ك عند الشركة كذا أو كمهند كذا ال Praktikum هو عمل بدون نقود يعني الواحد يكسب فقط خبرة وهذا للطلاب الذين في أو الثانوي فيكون السنة كلها تقريبا أو فصل دراسي واحد يكون الواحد يبحث أن عمل ويعمل فيها فيكتب مثلا مذكرة ماذا حصل من خبرات جديدة وبعد ذلك يوجد امتحان فيكون هناك مثلا ثلاثة ممثلين أو ثلاثة الساتية ويختم اختبيرون اهو اش انا انا ك ك ك با أو ألز أين دي شريكزة أو كمهند كزة ألزقت باقي ألزقت بأمان كزة نحاول لأن أجل نسل من فوسانة أجل أن تتحدث الوصلة على المحمد проблема فماذا تقولون مهنيا هذي ساكتو هلقم أبو تيكار أنا أبو تيكار أعمل في الصيد الأمسان أعمل في الصيد الأمسان أنا أشترك في الشركة أنا أعمل في صيد الأمسان أنا أعمل في صيد الأمسان أعمل في صيد الأمسان لأن شركة ناكرة فيحتاج أيضا إلى تعريف للناكرة بي اينار فرما الأستاذ أميرا was machen sie بغوفلي هو مثل هندسة معلوماتية أو شيء كهذا طيب هذا تمام هكذا الآن لدينا في اليمين فعلين جديدين فلدينا التصريفات الثلاثة هنا وكلماتات اضفنا ال a هو المفروض نضيف فقط لكن بما أن موجودة وصعب أن نقول فأضفنا ايه تغير تماما لأنه أصلا فعل غير منظم زي أغبايتا أضفنا ايه للمعتاد زي هابا هنا كذلك ننتقل إلى تدريب الثلاثة نحن نكون متزوجين هو في اليمين أعطونا قاعدة فيا نحن نكون متزوجين أو نحن متزوجين يعني فيا نحت في اليمين أعطونا قاعدة بالأحمر لسنا متزوجين نحن لسنا متزوجين الآن نقرأ فقط الجمل في الأسفل والانتماء إلى الصور هذا سهل أظن في الأول مع بعض الذي في اليمين فوق نحن لدينا طفل ماذا عنكم إستاذ محمد؟ تمام والأستاذ أمير والأستاذ أمير تمام نحتاج إلى واحد ثالث يقول هكذا ننتقل للصفحة التالية الآن نعم ب نستمع لان إلى الانتربيو ونضع علامة X على الاختيارات الصحيحة فنقرأ أولا باربارة والماركوس سنت سنت سنتمع لانتربيو مطلقين متزوجين نختار منهم نحن لديهم 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 أولاد لديهم أولاد لديهم أولاد هم يعيشون مع بعض هنا الزي كبير لكن كبير لأنه في بداية الجملة فهو ليس الكابيتل أو الزي اللي أنتم للاحترام يعيشون مع بعض لا يعيشون مع بعض فنستمع هكذا افغابة 3B تست تست أهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وقت موجود. المفضل وأشخاص ميليباً في كلم. لديت بالن. ناها. شكرا. شكرا لك. أميرة الأولى. وهو الصوت كنسي أو منخفض؟ هو لدينا ثلاثة جملة فالجملة الأولى مثلاً باربرا وماركوس الشخصين باربرا وماركوس هم قشيدن مطلقين أم متزوجين قشيدن فهيغتت فنختار منهما تمام بالضبط تمام فالترتيب يكون الجملة الأولى ثم يذكر الجملة الثالثة ثم الثانية هكذا الترتيب يعني للتسيل إذا لم تفهموا هذه المرة فسأحاول أنه خفت السرعة وهذا ضبط عند أحد الطالب عني فالترتيب 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 كذلك؟ الآن؟ ألساس محمد؟ فهيغتت دعا هو أيضا تسهيل الكلمات الطويلة حاولوا أن تقطعوها فمثلا فهيغتت فهكذا الواحد يستطيع أن يتعلم الكلمات أسهل يعني أولا يقطعها بعد ذلك يحاول أن يكررها سريعا ككلمة واحدة ثم يمشي معها فهيغتت أميرا يقول هنا فهيغتت فهيغتت لقد قالت فهيغتت لسنى مطلقين أميرا يقول لهم مرحثmm مرحثة ثافيه كندى هي الأرقام ستأتي الآن فلاسفة ثافيه كندى الطفلين أستاذة أميرا زي ممتاز فالآن لدينا قائمة فيها هكذا صورة طفل واحد أو طفل يعني طفلين فالجمع من هي طريقة كيف نصرفه إلى الجمع سيأتي بعدين لكن على الأقل نعرف أن الجمع والنفي تمام لو أردنا مثلا نقول يعني مثل لا يوجد طفل أو ننفي الطفل الواحد فنقول تمام الآن نذهب إلى تسي لكن ليس الذي في اليسر وإنما الذي في اليمين الأفعال الجديدة لأن تسي الذي على اليسر فقط ما هي المتشابهات بين الأشخاص الذين تعرفنا عليهم قبل قليل الأشخاص الأربع في بداية الفصل والمتشابهات يعني قليلة فقط شخص واحد يعيش مع شخص آخر في برلين الأفعال التي في اليمين يسكن يعمل زين مثل بي يكون هابا يملك هف بالإنجليزي فالآن ذكر نحن سواء مؤنس أو مذكر نحن نسكن أضفنا نحن نعمل فالقايدة أننا نضيف إذا خرج الفعل عن القايدة مثل زين يصبح شيء آخر فهذا نحتاج إلى الحفز أنتم تسكنون ضفنا إيا أغبايتت إيا زيت إيا حبت فالمفروض للأنتم أننا نضيف فقط هم أو هن يعيشون يعملون يكونون يملكون فالفير مثل الزي نفسه إلى هنا أي سؤال فيا فيا تمام نحن الها للمد فقط يعني لا نلفزهم إيا إيا تمام وزي تمام أي شيء آخر أفعل كلها تمام فيا إيا 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 زي تمام الآن الآن الغشبغيش يعني هو حوار فما هي الأشياء المشتركة بيننا فمثلا أنا أو يعني أظن كلنا في القاهرة فمثلا فيا نحن نسكن في القاهرة القاهرة هي كايرو أكتب سأكتبها لكم هل يوجد أعامل مشتركة أيضا بيننا؟ نعم نعم مسلا مسلا فالفعل نعرفه نحن مسلمين ف يعني المفروض المسلمين نقول مثلا مس لي ما طيب من يستطيعين نقول نحن مسلمين تمام ممتاز طيب ليس لدينا أطفال كينا كينا هو نستخدمه في نفي الأشياء التي ليس فيها تعداد فالأطفال نستطيع أن نعديهم فنقول وأيضا نستطيع نستخدم الأين إذا نستطيع نقول أين فيكون كاين بعد ذلك في النفي فلذلك نقول هنا لدينا 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 الآن الزيب الرابع زالا من 0 bis 100 أرقام من 0 إلى 100 نستمع الزيب الرابع الزيب الرابع الزيب الرابع 5 5 6 7 8 9 10 20 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 18 19 20 20 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 من يريد أن يبدأ أولا؟ تمام هو ملاحظة هنا أظن الثلاثين لو لاحظتم في الثلاثين وليس الثلاث هذا لأن في العشرين والخمسين والاربعين مثلا فنسمع 20 20 20 20 تمام 20 يعني في قليل من تمام أما 30 غير موجود 30 30 30 فلذلك لم يكتبوا بالست وإنما كتبوه بالس الملاحظة الثانية أن في نطقين طريقة تلفيظه في طريقتين أو 20 20 كما هو مكتوب وهذا يقولونه في الجنوب في جنوب ألمانيا أما نحن مثلا في برلين فنقول 20 كما في التسجيل تمام الآن مثلا التدريب الخامس سنستمع إلى التسجيل وهذا ربما يكون يعني سيسأل بعض الأشياء التي لا نعرفها بعض لكن نركز فقط على الجمل التي سمعناها أو نعرفها هو مكتوب مثلا جملتين كم عمار سن 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 فالأهم الأختيار خمسة وعشرين خمسة وثلاثين فن وثم فن وثم وثم وأيه هن يمكن أن نترجم أو نبدأ بمحاولة الكلام من الأرقام نحاول لن ترجمها من الانجليسي لا هذه لازم نترجمها من العربي لأنها أصلاً مصرقة من العربي من اللغة العربية فلما حاولوا أن يكتبوا الأرقام أو يقولوها أخذوها من العرب وجعلوا الوحدات أولاً بعد ذلك العشرات فنقول مثلاً 5 und 20 25 الجملة الثانية وليس أنتم مدينة في الجنوب ألمانيا وإن بالين نستمع ويوجد تلك؟ أمي بلين امي بلين امي بلين أمي بلين؟ أمي بلين وليس لك وماذا نسمت؟ أمي بلين هنكم،ajohane هاي، πολύ، اشعر انتص las Szven foi فهمت ولمتشح مالش等 اوه، ليس طيب أنا سأشرح الأمور تقريباً وأنا سمع مرة أخرى ربما أحاول أن أخفت الصوت مثلاً حتى يذب الصدى يعني هم في الديسكو بيين واضح جداً فهو مثلاً يقول مثلاً موسيق موسيقى رائعة فيسأل عنها مثلاً ما اسمك ومن أين أنت وكم عمرك تمام فتقول فتبدأ مثلاً تسأله في عالت بس دو فيقول خمس عشرين فهي تقول أنا أيضاً خمس عشرين إِشْبِنْ أَوْخِ أيضاً خمس عشرين فتسأل مثلاً السؤال الآخر من أين تأتي من برلين في عالت بارلين فأي youtuber الآaris انا ايضا من بلين نحاول لن نسمى مرتين اخرى هكذا جيد انрий هاني اغوان احبانη حربا احبان حربا نحنyesud اذهبما ا Renee انا اезж courageous احبان تشوق ا знаете ان احد احنا احنا الشر احد احنا فatem ذا احنا 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 hot احناun 25 احنا وار 살 rely احناني ان كثيران احنا احنا ا organizer احنا 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 احناasmان ماذا؟ 62 و 35 2 2 و 60 و 5 5 و و 30 فعلى نفس الترتيب 5 و 20 طيب قولوا 20 20 تمام 20 فالبا المفروض نقوم بأسئلة بعضنا البعض أستاذ محمد أستاذ محمد Wie alt sind Sie? وهو نقرأ أولا الجملة التي في الأسفل ال-b فهو طلب مننا أن نذكر ال-alta تمام نقرأ أولا الجملة التي في الأسفل في الأسفل كم عمركу كم عمركة؟ كم عمركة؟ كم عمركة كم عمركة؟ كم عمركة أنت اليوم becomes languages attachاءات كم عمركة؟ عادة أستاذ أميرا كيف عادة سنت سي؟ أستاذ أميرا أستاذ أميرا عادة أميرا الآن الثاني سأكتب الجواب مثالي الأستاذ أحمد أستاذ أميرا أستاذ أميرا عن المهنة السائلنة أو قمنا تمام الهاكمت هذا مهم نحن ذكرنا فوق يعني في البداية في أول صفحة قبل أن يأتي الأستاذ الأحمد أن مصر مصري أو مصرية إلى مصر من المصر ومن ايضا تتون ومن ايضا أغفر ومنا كان صدق كلمة اولا خليش يعني هنا سنسأل عن البلد فنقول والجواب سيكون تمام تمام ايجبترن 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 أستاذ محمد طرح هو السؤال عن البلد أو عن الجنسية ماذا تكونون الجواب ايجبترن بعد ذلك البلد أو الجنسية تمام هو الجيم في الإنجليزي أما في الألماني مثل القافة التقديمة تمام بعد ذلك في الصفحة التالية التدريب السبعة كتابة فنكتب مثلا الاسم يعني هم أولا فعلوا شتاك بريف يعني مثل سيرة ذاتية مختصرة الاسم كذا اسم العيلة كذا الهاكمت الأصل يعني أو الجنسية كذا فمتوب دينمارك مثلا دينمارك بون أوت مكان السكن بغوف العمل ألتع العمر فاميليان شتانت حالة الأسرية التي أخذناها المطلق متزوش أعزق كين دار أطفال فبعد ذلك من هذه المعلومات نقوم بكتابة سيرة ذاتية قصيرة عن أنفسنا فهذا يعني يكون إن شاء الله واجب لو سمحت في الأسفل لدينا الكراماتيك يعني هذا مختصر لكل شيء ما أخذناه هنا التصريفات اللي فعل مخن يفعل عباة يعمل هابن يملك زين يكون للا إش دو أعزي فيا إيزي أنا أنت هي هو نحن أنتم وهم وكل شيء يعني بعد ذلك أخذناه فقط هو اختصار وتنصير فهكذا ننتهي اليوم هل لديكم أي سؤال أي استفسار؟ شكرا شكرا شكرا